السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 14 من الفصل الثالث هنشوف اكزامبلز ازاي نقدر نحل القصة بتاعة الميلر انزيز بلان عندي الميلر انزيز ايه عاوز اشوف الاول اقدر اجيب الميلر انزيز بلان ازاي وتعالوا نطبق اللي احنا تعلمنا نمرة واحد هسأل نفسي عدة اسئلة نمرة واحد هل هو موازل احد المحاور لا هو مش موازل احد المحاور او اي من المحاور نمرة اتنين هل هو يمر بالاصل لا يمر بنقطة الاصل خب تعالوا نشوف هو المستوى اللي عنزل المسلس ده هو بيقطع المحاور فيه فلاقينا انه بيقطع اكس في واحد واي في واحد وز في واحد فرحت احطيتهم بين قسين وحطيت كومة بينهم هسأل نفسي سؤال رقم ثلاثة هل عندي فريكشن لا ما عنديش فريكشن طب هل سأل نفسي سؤال رقم اربعة هل عندي علامة سالب فروح ما كان مني غير ان انا احطهم بين قسين هلاليين وشيل الكومة اللي بينهم وبالتالي اكون اتحصلت على البلان او الميلان انزيز بلان ايه اشتركوا في القناة